اهلا بكم يضع المبنى في المنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى 9 بوابات جسور و5 بوابات أرضية علوة على ضم 10 بوابات للقادمين منها 9 بوابات للجسور وبوابة أرضية ويهدف مبنى الركاب إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي إذ يستوعب نحو 4.5 مليون راكب سنويا كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات فضلا عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة أعلنت الحكومة الأردنية عن فتح ثلاثة معابر على الحدود مع سوريا اليوم الأربعاء للإسرع في تمرير المساعدات للنازحين وقالت الناطقة باسم الحكومة جمان غنيمات إن الحكومة قررت فتح ثلاثة معابر حدودية مع سوريا غدا الأربعاء بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين بحسب وكالة عمون الأردنية أعلن تنظيم داعش مقتل أحد أبناء زعيمه أبو بكر البغدادي في هجوم شنه مع إرهابيين آخرين في محافظة حمص بوسط سوريا بحسب ما أفادت وكالة أعماق الناطقة باسم التنظيم حذرت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل الأربعاء الرئيس دون ترامب من خطر حرب تجارية إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية على وارداتها من السيارات الأجنبية للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة دوت كوم